وبعث عضو مجلس القيادة الرئاسية الدكتور عبدالله العليمي برقية عزا ومواساة في استشهاد قائد قوات الحزام الأمني بمحافظة أبيهن العميل عبداللطيف السيد ومرافقيه وأشهد الدكتور عبدالله العليمي بمناقب الشهيد العميد السيدة التي جسدها خلال مشوار حياته الوطني الحافل بالعطاء والتضحية مشيرا إلى مواقفه البطولية في مواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة والميليشيات الحوثية اشتركوا في القناة